أم نية بتقول جوزي بيديقني وهي بيمنعها أنها تروح لأهلها ومش عايزة تخرج بالبيت بيديق عليها في المصروف نقول لها إيه لا يحق للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ولا يحق لها أن تدخل أحدا بيت زوجها إلا بإذنه ولا يحق لها أنها تدخل جارة أو صديقة أو قريبة إلا بإذن زوجها لأن البيت مملكة الزوج وهي أميرة متربعة على عرش زوجها فلا يحق لها أن تدخل أحدا هذه المملكة إلا بإذن ملكها فالمرأة في ذلك الأمر إن منعها زوجها بأن تذهب إلى أهلها عليها السمع والطاعة ولكن نقول لها توددي إليه وتعاملي معه بالسماحة وانظري إلى ماذا يغضبه حتى يفتح لك الباب فتكوني على وفاق وصلة والأصل في المرأة أستاذي الكريم أنها تجعل الودة بين الزوج وأهلها ودائما إن كانت هناك مناغصات يعني لا تذكر هذه الأشياء ولا تتحدث في هذه الأمور التي تجعل الفراق والشقاق بين الزوج وبين أهلها فلها أن تصبر وأن تتحمل ولا تطلب الطلاق وإن صبرت فلها الأجر وأقول للزوج تفضل 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 تكمل حضرت وأقول للزوج يعني إن فعل ذلك ومنعها من صلة رحمها هو آثم وذنبه عظيم أمام الله عز وجل لقول ربنا سبحانه وتعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هلئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار